برضو احنا لسه شوية الى حد ما في اجواء العيد ده ايه ده اهو هنا اهو عيد فرحة زيارة الكوافر اللي لازم كل الستات تعملها في العيد ايه طبعا جميلة الله اكبر ده الله ايه نفسك حاببت ايه بتكوافر من غير بتكوافر الله اكبر امر وانا بقى يعني اختيار الالوان والاكسسوار برضو انا قلت افتر عليك يعني الحاجات اللي بقى ملها الشغل كل فترة عملتها امالت ايه بقى في العيد مش اللي مش في الكوافر يعني في العيد لا اتبسط مع اسرتي يعني خلتها كلها سلة رحم بتمنى ان الناس كلها اللي كان مقاطع حد وما زاروش في العيد يلحق برضو ان شاء الله بكل يوم في عيد وكل يوم في تواصل وتراهم يعني هي سلة الرحم كانت بالنسبة لي مركزة فيها جدال بيتي بيتي عائلي عائلي قاهرة قاهرة بالزبط ايه نفس الاداء نفس الاداء بس انا بعمل حاجة في العيد يمكن من تقوص العيد بتاعت اكد انتم شفتوها ليه لا بان شفناش احكيلنا انا من تقوص العيد بجاما ومجة جديدة اوبا هو يتطلق اوبا دي اوبا دي اوبا دي اوبا دي اوبا عادة في البيت انا بحب التقوص دي على فتاق اه ومجة جديدة اه طلقيناشا في الاما كده اول يوم وانش يا هيبة طب احكيلنا عملت والله يبصوا انا نهار انا العيد ده بصراحة انطلقت ايه انا انطلقت بس في القاهرة اول يوم خدت البنات السينيما كوائز او روحت فيلم كريمة عبدالعزيز فيلم عظم على عظم على عظم انا نفس اروح اشوفوا طبعا مبروك اه من دعاية بس فعلا الفيلم بيت الروبي زي الفيلم انا رح نشوف وروبي اه تاني يوم خدتهم مسرحية بقى يعني خدتهم مسرحية داليا البحيري نحييه مبروك ونضال الشفعي ومبروك 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 وبقالي كام سنة ونضال الشفعي ايوه من ايام مسرحية بادي جارد كنت رحاها مع اهلي يعني تعدي السنين واخد بناتي ونروح تاني يوم مبروك تالت يوم بقى خدت استجميل عشان كنت فرهت فقلت رايح في البيت طبعا رابع يوم رحت زورت اهلي في المنصورة وبقالي السنين قدلت الادب ما روحتش زورت قريبي في المنصورة فانا حسن انا العيد ده عملت فيه حاجات مبروك حلوة سنة رحم برضو والولاد عمل الولاد انبسط وزورنا الاهل وعملت كده عايزة اجازة من الاجازة يعني عايزة كده اجازة بعد الاجازة شوفوا والله الستة دي ارهقتي كده بتفهم يعني اعايزين اجازة بقى يعني لو ناخد اجازة كده بعدين بعد الحلقة ما علينا بس وطبخت اول يوم طبخت ايه عملت كبدة على الفطار ايوه ده لازم كبدة على الفطار انتي اه ليلة امي لنا كل اللي بنحبوه يا ربنا